باتت الاغتيالات واحدة من أهم أدوات تسوية المشهد في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية عملية تجريف متواصلة منذ أكثر من ثلاثة أعوام تستهدف الحياة الحزبية والسياسية هناك إلا من القوى التي ربطت مصيرها بمصير القوة الخارجية المتحكمة بالمدينة الآن تتواصل الاغتيالات في ظل عجز غير مبرر للأجهزة الأمنية رغم وعود وزير الداخلية أحمد الميسري ومدير الأمشلال شائع بالكشف عن من يقف خلف هذه العمليات وإعلانهم القبض على خلايا متورطة بالإرهاب إلا أن ذلك لم يحدث حتى اللحظة في حين يستمر سقوط القيادات الحزبية والناشطين السياسيين دون حساب مؤخرا وبعد نجاح عملية توزيع قيادات وناشطي حزب الإصلاح والتيارات السلفية والمقاومة الجنوبية بين القبور والمنافي والسجون بدأت فرق الموت باستهداف قوائم جديدة قيادات وناشطين في الحراك الجنوبي المناوئ للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات واستهداف أبرز المنافسين السياسيين له شعبيا وميدانيا منذ مطلع مايو الجاري استهدفت فرق الموت ثلاث قيادات من الحراك الثوري الجنوبي في جولة كالتيكس عدن أطلق مجهولون النار على القيادي رامي المصعبي في الثاني من مايو وفي السابع من مايو أغتيل عبدالله حسن القحيم أحد قيادات المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي في عدن وقبل يومين وجد الناشط الحراكي ياسر مصائب مقتولا في إحدى الشقق بعدن في ظروف غامضة المجلس الأعلى للحراك الثوري حذر من الاغتيالات التي قال إنها تطال نخبا سياسية في الحراك وسبقتها موجة تصفيات لقيادات أمنية وعسكرية في عموم الجنوب معتبرا في بيان له أن ما يجري هو توجه يهدف لإسكات الأصوات المعارضة والمناهضة مؤكدا أن هذه الممارسات لن تثنيه عن الاستمرار في المطالبة بخروج كافة القوات السعودية والإماراتية تتسع دائرة مسلسل اغتيال القيادات السياسية والأمنية في عدن ومعه تتكشف ملامح الفاعل المتخفي بحسب المعايير الجامعة للضحايا والتي يبدو فيها أن الهدف واضح